وإذا أنت إنسان مؤمن أن فيه رب عادل آخ ضريبتك قوية رح تكون لأن أنت ملزم عقائدياً هنا بالدفاع عن المظلوم أغل شي باللسان أغل شي باللسان رح تدفع ضريبة قوية جداً طويلة جداً أهل غزة إحنا مسؤولين صج مسؤولين اللي قاعد يصير إحنا مسؤولين الصج الله يكون في عونا إحنا لأنهما في ساحة الشرف في ساحة العزة إحنا في ساحة الذل يعني أنا أتمنى لو أكون هناك بايد أرحم حسابي عند الله إحنا إحنا المحاسبين إحنا إحنا في ساحة الشهوات إن إحنا نساعد أهلنا في غزة بالامتنع عن شهواتنا تخيل لأي درجة ساحتنا رديلة صراحة يعني تحارب إن أنت بس تمسك أمام شهواتك تغاطع بس تغاطع يعني إحنا هاي اللي يخب علينا ترى ما هو المهم في الحياة ترى هاي الشباب من قاعدوا يسطحون في دماغهم قاعدوا يخلقون يسترجعون لنا الوعي المحمدي شو المهم في الوجود صج يعني هالدماء الزكية اللي قاعدة تسفك في أرض فلسطين قاعدة تحرر الإنسانية بالذات إحنا الخلجيين صج يبي لنا صج لو بإيدي أخلي مشاهدة هالشباب وهالدماء وهالأطفال وهالنساء الشريفات في غزة إجباري على كل خلجي يوميا نشوف إجباري عساس نسترجع إنسانيتنا نسترجع الكرامة نسترجع معنى أن تكون خليفة الله في الأرض نسترجع الرسالة المحمدية غزة قاعدة تقوم بها المهمة وهم أحرارة أحنا اللي يبي لنا شغل ترجمة نانسي قنقر